خلينا نروح لأرض الملعب وزاملنا فرق صلاح ولقاء مع الكابتن طارق محروس المدير الفني للفريق اتفضل فرق من جديدة كل التحية لك كابتن رايسم برحب بيك كابتن رايسم وضيوفك الكرام كابتن محمد عبد الله وكابتن إيحا يوسف وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابع شاشة تقناة النادي الألي في كل مكان الختام قابل تعادل ولكن الروح القتالية الإصرار اللي كان عند النادي الألي انت وصلت في وقت كبير جدا ان الفرق كان ما بينك وما بين النادي الزمالك لتسعى نقاط لكن روح لقابة النادي الأهلي والدور الكبير لقام بي الجهاز الفني والكابتن طارق محروس كان هو كلمة السر في هذا اللقاء خلينا راحب بالكابتن طارق كابتن طارق برحب حضرتك على شاشة تقناة النادي الأهلي المبارأة نتائب بالتعادل ولكن في إيجابيات كتير جدا في اللقاء النهاردة الروح الإصرار اللي عند العيب أن أنا ما تزمش وصلت في توقيت من المباراة أن الفرق تسعى على النقاط لكن إصرار لقابة النادلالي وشحصية لقابة النادلالي كانت كلمة السر النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بحية على النسر المحترمة الموجودة في الستوديو ضيوف الكابتن هيسم بشكر ربنا على النتيجة بتاعت النهاردة طبعا نتيجة أنا شايف أنها بالنسبة لنا كجاس فني نتيجة كنا متوقعين أن نعمل مكسب النهاردة في اللقاء لكن عدم التركيز في بداية المباراة وخصوصا في الشوت الأول كان بطريقة يعني الأول مرة ألاقي الفرقة بتاعتي بالطريقة دي ثلاثة أربعة لعبة منها في أثناء اللعب في بداية المباراة ما يكون خارج الخدمة صعب أو جدا يمكن خرج الشوت الأولاني بفارق سبعة بدأنا الشوت الثاني عملنا طبعا محاضرة جوة القط اللبس الحمد لله هم استوعبوا الكلام بتاع المحاضرة لكن بدأنا برضا في الشوت الثاني مهازوزين أول خمس دقائق وصل لسكور الفرق التسع عداف وبدأنا نصحع الأوضاع في العمل الدفاعي وربنا قرمنا ودلنا وصينا أننا في آخر المباراة كنا كسبانين لولا حالتين الطرد اللي في آخر المباراة بنلعب أربعة لعبة يعني ما وفقناش فيها لكن الحمد لله بنشكر ربنا على الأداء طبعا بشكر اللعيبة أنها قدرت بالقصار والعزيمة وروح الفانيلا الحمرة بتاعت النادي الأهل أنه يعود للمباراة مرة أخرى لسه عندنا مطشاط كتير لسه عندنا مطشاط بإذن الله يعني نشتغل على أننا نكسبها كلها عشان نكسب الدور بإذن الله كابتن طارق دايما الشوت الثاني شوت المدربين قلت إلي اللعيبة ما بين شوطاء اللقاء الشوت الثاني أداء مختلف تماما خاصة لما كن متأخر قدام الزمالك بسبع نقاط وفريق متوسط عمار لعيبة 23 سنة و24 سنة يكون عنده الهدف ده الإصرار ده في دور وإعداد نفس تم في ما بين شوطاء اللقاء هو العداد النفس دايما عندنا في النادي الأهل أن نحن بنلعب بروح فانية النادي الأهل ما ينفعش أن يبقى منظر النادي الأهل في الشوت الأول فرق سبعة دي مش لعبة النادي الأهل ولا دي شخصية النادي الأهل ولا دي روح النادي الأهل طبعا لا أغفى عليك سيارون والناس كلها عارفة أن أنا عندي ثلاث إصابات مهمة جدا فيصل وسامي وكاستيلو فيصل وسامي وكاستيلو مؤثرين على ناحية الراية تأثير كبير وبانت في مباراة النهاردة ناحية الراية النهاردة تقريبا شبه عطلانة ما كانتش موفقة في المباراة خالص نتيجة تغياب الاتنين دول لأن الاتنين دول بيقدوا بيقدوا في الأداء الهجومي بيساعدوا للخط الخلفي على العمل وطبعا أثروا عليهم جدا أتمنى من ربنا أنهم يقدروا يلحقونا في الفترة القادمة لأنهم بردك لعبة تقال فيصل لعب من لعب المصابين كويسين جدا ومدافع كويس جدا وبالتالي طبعا مع الغيابات دي نحن نوصل بالنتيجة دي أنا شاف الحمد لله أن الأولاد يعني في الشوط التاني رجعوا المباراة والحمد لله رب العالمين واللي جاي أحسن نتمنى بس الناس تدعينا الناس ترجع من الإصابات وهتلاقي أول ما نكتمل هيبقى الشكل أحسن من كده بإذن الله كابتن طارب نحبش نتكلم على قرارات تحكمية لكن في بعض القرارات عليها تعقبات على مدار الشوطاء اللقاء كرار كتير جدا كانت يعني في اتجاه تهني مختلف أنا دايما ما بكلمش على حكام دايما يعني بسيبه حتى أي حكم بعد وأثنان المباراة بكلمه بقوله طب نتفرج على الفيديو بعد المباراة طبعا كان فيه أخطاء حتى رئيس لجنة حكام قاعد برا كابتن عفد بكلمه يعني هو بيقول لي بما معنا كل حاجة واضحة وبين يعني فيه قرارات غريبة نفس اللي بتحسب هنا ما بتحسبش هنا نفس اللي بتحسبش هنا بتحسب هنا يعني هما في التوتل كانوا حكام موفقين النهاردة في المباراة ونتمنى للجميع الخير وأنا ما بحبش أتكلم عن الحكام خالله أحبش تبقى الحكام هي شمعتي لكن الناس شايفة ومش هادر عقب يعني هعمل ليه عايزة أختم مع حضرتك بالشوت التاني ده هنبنى عليه إزاي الفترة اللي جاية أجمل ختام يعني أن أنا أرجع في هذا اللقاء شوت تاني أبنى عليه الفترة اللي جاية شايف أن أنا أبنى على الشوت التاني دوت خلال الفترة اللي جاية إزاي إحنا بنبدأ شخصية النادي الأهلي في اللعبة الصغيرين بنقول لهم قد النادي الأهلي روح وعزيمة وإصرار النادي الأهلي نادي بطولات لازم تقاتل لآخر دي وإذا اللي حصل في المبرأة واللعبة قتلت لآخر دي وإذا اللي هنبنى عليه نحن بنبن جيل وبنحط كل زرعة موجودة في النادي الأهلي من بطولات وإنجازات وشغل وكل حاجة بنحطه جوة اللعبة دي عشان اللعبة دي على المدى البعيد وكل الخبراء وكل اللي مختصين باللعبة كل الناس بتتكلم أنه باعتبارا بإذن الله من الموسم الجاي النادي الأهلي بهذه المجموعة الشابة الصغيرة هيحصد البطولات لمدة عشر سنين قادمة بإذن الله لعيبة عندها إصرار لعيبة عندها خلي بالك أنه يرجع من تسع أهداف أن يتعادل ويكسب دي خبرة هتدهاله هو في الملعب خبرة عالية جدا وبالتالي هو بيبقى عنده الإصرار أنه حتى لو خسر قد دي تسعة تجوان في كورة الهد كتير قوي قوي فإن هما يرجعوا ليها الحمد لله فضل ربنا بشكرهم على هذا الأداء وهنبني عليه حاجات كتير بإذن الله فترة قادمة وزي ما قلت قبل كده بوعد جمهوري النادي الأهلي السنة دي بإذن الله هنحصل بطولات كتير وبإذن الله يكون الجاي كويس لنا وكويس لجمهوري النادي الأهلي ومرة تانية بشكر لعيبتي لأن هما اللي عملوا كده في المباراة هما اللي رجعوا في المباراة بشكرهم وربنا يكرمنا في اللي جاي بإذن الله شكرك يا كابتن طاري مع سبورتينج في اسكندري ده ماتش مهم وربنا يكرمنا ونكسوا بإذننا شكرا كابتن عيسى من داك اللي قانا مع كابتن نطاري محروس المدير الفني الفريق النادي الأهلي طبعا لو كلمنا النهاردة وراهينا رب الراهن على شخصية النادي الأهلي آه نحنا تعادلنا وكان يعني أقرب للمباراة في آخر السواني نحنا نفوز لكن دائما بنقول هي روح وشخصية النادي الأهلي اللي دائما بنراهن عليها في مختلف كل الألعاب قبل ما اختب معاك كابتن عيسى ما عايز أقولك إن الدورتين الدورة المجمعة الأولى هتقام في صالة الشروع والدورة المجمعة الثانية هتقام هنا في صالة حسن مصطفى دي كانت كل الكواليس جديد تعود الكلمة للكابتن عيسى من السعيد زمانة العزيز فروس الله بالأرض الملعب بشكرة شكرا جزيرة